ايه برجاء يا مدرشم نے درسل ونوتي پشکر بين بربایات حال المصور السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته اهلا وسهلا مشاهدين الكرام الحمد لله الذي انسل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على النبي العربي الذي اوتي جوامع الكلم وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم ايها الحازرون انا اطهر المصعود الطالب بمدنين غر من الانبور جيسور في صف التكميل بفضل الله وبكرمه قد شاركنا في الدورة التدريبية التي نظمتها المدرسة واستمرت من سبع ابريل إلى اثنين وعشرين ابريل تحت إشراف فزينة الشيخ الأستاذ محمود الرحمن الأزهري حفظه الله تعالى وقد وصلنا إلى نهاية الدورة التدريبية فالآن نتحدث أمامكم عن الشعور والإحساس من هذه الدورة التدريبية إن شاء الله تعالى ايها الحفل الكريم قد استفدنا كثيرا من المعارف العلمية منها قواعد اللغة العربية وتعليم اللغة العربية وكيفية التواصل بين أبناء الأمة الإسلامية بالتحدث يعني نحن نعبر الشعور مع الأخيرين باللغة العربية الفسحة ونرتق المستوى القراءة الصحيحة والكتابة وكان الدرس باللغة العربية وهو مفيد لنا جدا وقد فهمنا الدرس فهما من الشيخ بطريقة حسنة وكان يدرسنا بكيفية عديدة وبطرائق سهولة وما أحسسنا قبل ذلك مثل ما فهمنا في هذه الدورة التدريبية خصوصا قد أحسست أهمية اللغة العربية وزرورتها وبدونها فهم القرآن والسنة وآثار السحابة صعب مشكل لأن كلها باللغة العربية بل العلوم الدينية كلها محفوزة باللغة العربية فلا يفهم القرآن والسنة والفقه الإسلامي إلا بمهارة واستعداد في اللغة العربية وأيزا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم وما أروع الكلام الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيها الإخوة الكرام فأرجو أنكم قد شعرتم بأهمية اللغة العربية وزرورة تعلمها حق التعلم فلأجل ذلك أدعوكم إلى دراسة اللغة العربية حق الدراسة والسعي بها حق السعي والاهتمام بها حق الاهتمام وأدعوكم إلى الإتقان فيها قراءة وكتابة ومحادثة وخطابة وإلا نفعل كذلك فلا يفهم أحدنا القرآن والسنة حق الفهم ولا نصل إلى غايتنا المقصودة والمنشودة أيها الحفل الكريم وفي الأخير نشكر الله عز وجل غير معدودة ونشكر أيضا لأساتنا الكرام الذين نظموا هذه الدارة التدريبية لتنمية مهارات اللغة العربية لطلابنا وأسأل الله تعالى الصحة والعافية والحياة الطيبة والبركة فيها لشيخنا الأستاذ محمد الرحمن الأزهري حفظه الله تعالى والمرجو من حزرتكم ألا تنسوني في دعائكم المستجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته